السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم أعزائي في قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني إذا عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد أصدقاء نور البيان أهلاً بكم من جديد وفيديو جديد وسر من أسرار نور البيان وهنتكلم النهاردة عن عجائب وفوائد شرب الماء مع كراءة صورة الفاتحة المباركة كراءة صورة الفاتحة المباركة على الماء هي صيدلية ربانية لعلاج كل شيء بأمر الله تعالى نقرأ صورة الفاتحة على كوب من الماء لتفتيح الشريين المغلقة ولانشراح القلب والصدر وتعطيك أيضاً طاقة إيجابية هائلة وتريح الأعضاء الداخلية مثل الكلا والقولون والكبد والمرارة عند كراءة صورة الفاتحة المباركة فأنت تقوم بقتل الجراسيم في جسمك بإذن الله تعالى وأيضاً تقتل الحقد والقراهية والحسد داخل أجسدنا لازم نقرأ صورة الفاتحة في منازلنا وفي غرفنا وعلى الفراش بتاعتنا قبل النوم وأيضاً لازم نقرأ صورة الفاتحة المباركة على الماء قبل الشرب قراءة صورة الفاتحة على الماء قبل الشرب تزبط روحك الداخلية وتزبط أقوالك وأفعالك وتهزب سلوكك فهي شفاء بأمر الله من الحسد ومن الكبر ومن الغرور يعني المختصر إذا قرأت صورة الفاتحة المباركة على الماء قبل الشرب مرة واحدة فهذا يعني أنك تغير حياتك وحياة أسرتك إلى الأفضل بأمر الله قراءة صورة الفاتحة على الماء قبل الشرب يهدئ من المشحنات بين أفراد الأسرة ويجلب الهدوء والسكينة إلى منزلك ويهدئ الحالة النفسية عند الأطفال أصدقاء نور البيان لازم نجرب قراءة صورة الفاتحة على الماء شرب لأفراد أسرتي كاملة ونلاحظ مع بعض الفرق في حياتنا بأمر الله تعالى ولا ينفذ الطريقة بتاعتنا يكتب لنا في التعليقات لتعم الفائدة وللمصدقية عشان الناس تفهم يا جماعة وتصدق إن الفوائد اللي بنقدمها قوية بفضل الله وسهلة جدا وفي منطقة البساطة وممكن نحمي بها أسرتنا من مشاكل ومن مشحنات ومن حسد ومن غرور ومن كبر ما إلى ذلك من الأمور أي حد عنده سؤال يخص العلم الروحاني يتفضل يسأله ويكتبه في التعليقات وإن شاء الله هنرد عليكم ومتوجدين معاكم وتحت أمركم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد